اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة and as we said earlier the book has another known title urging to search or exhortation to search نلخص ما ذكرنا سابقا we summarized what we mentioned earlier in the previous lesson كنا ذكرنا أن الإمام الأشعري رضي الله عنه قال لَإِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَلَقَّنَهُ الْحِجَاجَ عَلَيْهِمْ فِي إِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ مِنْ وَجْهَيْنْ عَلَى طَائِفَتَيْنْ We mentioned that in the previous lesson that إمام الأشعري may Allah accept his deeds said that Allah taught and inculcated his prophet the dual proof against the denial of resurrection by two sects منهم طائفة أحدى الطائفتين يعني منهم طائفة أقرت بالخلق الأول وأنكرت الثاني يعني اعترفت بالخلق الأول أن الله خالق كل شيء ثم أنكرت البعث خلقه الثاني وطائفة جحدت ذلك وقالت بقدم العالم وهناك طائفة أخرى جحدت ذلك ذكرت أن العالم وجد صدفة ولم يخلقه خالق One of these is a sect that admitted the first creating and denied the second so it admitted that Allah created the universe but it denied resurrection and another denied that and denied that and claimed the beginningless of the world that this world did not have a creator احتج الله تعالى بهذه الآية فاحتج على المقر منها بالخلق الأول بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة he argues against the group admitting the first creating by his revelation ياسين 79 that means say O Muhammad he will give life to them the one who created them for the first time فالإمام الأشعري يكمل الكلام الآن في الرد على المشبهة وأن ما قاله أهل السنة من الكلام في أصول العقيدة إنما أخذوه من القرآن وكان ذكر الآية التي فيها دليل التمانع وذكر أن كلام أهل السنة في إثبات أن البعث بعد الموت جائز بعد الموت عقلا نابع هذا الكلام نابع من الآيات وأن المحاجة في هذه المسائل جائز يعني إثبات الحجة جائز لأن الله ذكر في القرآن أقوال الكفار ثم الرد عليهم إمام الأشعري continues to discourse in responding to these anthropomorphists and that what the Sunnis said about the fundamentals of the creed they but took it from took these fundamentals took them from the Qur'an he mentioned that the verse he mentioned the verse that contains the evidence of reciprocal prevention you remember if this world had the heavens and the earth had two gods then they would have been corrupted we explained that in the previous lesson he mentioned that the words of the Sunnis improving resurrection after death is mentally permissible after death is coming from the verses and that the discourse in these matters is religiously permissible because God mentioned in the Qur'an the words of the unbelievers and then the response to them الآن الإمام الأشعري يرد على الطائفة الثانية so now الإمام الأشعري will compute will respond to the second sect قال رحمه الله the author may Allah have mercy on him said الإمام الأشعري وأما الطائفة التي أنكرت الخلق الأول والثانية وقالت بقدم العالم فإنما دخلت عليهم شبهة يعني جاء إلى عقولهم شيء اشتبه عليهم اختلط عليهم الأمر هذا معنى الشبهة التباس اختلاط فإذا دخل على عقولهم شبهة يعني دخل على عقولهم اختلاط التباس بأن قالوا وجدنا الحياة رطبة حارة والموت باردا يابسا وهو هذا المأل من طبع التراب أن يكون باردا يابسا فكيف يجوز فكيف يجوز أن يجمع بين الحياة والتراب والعظام النخرة فيصير خلقا سويا والضدان لا يجتمعان يعني الجسم جسم الإنسان فيه حرارة ورطوبة والتراب فيه يبوس وبرودة فالتراب يابس بارد فإذا كيف قالوا كيف يجمع بين الحر والرطب وبين اليابس والبارد فيصير خلقا سويا والضدان لا يجتمعان فَأَنْكَرُوا الْبَعْفَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ Hence they came to the conclusion they denied the resurrection from this aspect وَلَعَمْرِ إِنَّ الضِدَّيْنِ لَا يَجِتَمِعَانِ فِي مَحَلِّ وَاحِدْ هذا كلمة لَعَمْرِ العرب تستعملها بمعنى لَعَمْرِ قَسَمُي قَسَمِي أو يَمِينِ يعني كأنه يحلف وهذا يستعمل للتأكيد يستعمل للتوكيد وَلَعَمْرِ إِنَّ الضِدَّيْنِ لَا يَجِتَمِعَانِ فِي مَحَلِّ وَاحِدْ وَلَا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا عَلَى الجُمْلَةٍ وَلَا فِي الْمَوْجُودِ فِي الْمَحَلِ وَلَكِنَّهُ يَصِحْ وجُودُهُمَا فِي مَحَلَيْنِ عَلَى سَبِيلِ المُجَاوَرَةٍ I swear the two opposite properties do not co-exist in one indivisible part nor in one direction nor at large nor in the property of the attributed however it is valid to have them in two things by way of contiguity by way of adjacency فإذا لا تقوم صفتان متضادتان بجوهر واحد في آن واحد ولا يطلق القول باجتماعهما ولا يوصف القائم في المحل يعني لا توصف الصفة التي هي في جسم لا توصف بوصفين متضادين كأن يزعم أحدهم أن القدرة قوية وضعيفة في آن واحد هذا لا يكون صحيحاً فإذا لا يكون لول الشيء أبيض وأسود في الوقت نفسه ولا يكون الشيء متحركاً وساكناً في الوقت نفسه لكن لكن الضدان يجوز يجتمعان على سبيل المجاورة بأن يجاور جزء حار جزء بارد ويجاور جزء متحرك جزء ساكنا وكذلك يجوز أن ينبع الماء الزلال الماء الصافي من صخر صلب هذا يجوز So two opposite two opposite attributes would not meet would not be in the same جوهر in the same indivisible part at the same time and we do not say at large that they can be together at the same time and also an attribute which is within or of an object cannot be itself described with two contradictory or opposite descriptions for example we cannot say the power of this is strong and is weak at the same time that attribute of power cannot be explained cannot be described at the same time with two contradictory or opposite descriptions like to say this power is strong and is weak at the same time so a person the color of something cannot be white and black at the same time cannot be moving and at rest at the same time but the two opposites may be together and in as adjacent to each other not in the same location at the same time for example a hot part can be next to a cold part a moving part can be next to a stationary part water the pure water can come out of the solid rock so the water is solid is liquid fluid and the rock is solid so so two things opposite things may be together by way of contiguity by being adjacent to each other Allah confuted them confuted these deniers by revealing Yasin 80 that means he who produces for you fire out of the green tree when behold you kindle therewith so the fire is the green tree is moist and the fire is dry Allah gets we fuel the dry from the moist so Allah subhanahu wa ta'ala produced for us he created this fire from which is dry from the tree which is green and moist so so فردهم Allah عز وجل في ذلك إلى ما يعرفونه ويشاهدونه من خروج النار على حرها ويبئسها من الشجر الاخضر على بردها ورطوبتها فجعل جواز النشأة الاولى دليلا على جواز النشأة الاخرة لأنها دليل على جواز مجاورة الحياة التراب والعظام النخرة فجعلها قل خلقا سويا سبحانه وقال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده the glorified and sublime Allah referred them these deniers in that in this subject to what they know and observe of the emergence of fire despite its hotness and dryness from the green trees despite their coldness and moisture he made the permissibility of the first creating a proof of the permissibility of the second creating so resurrection could happen because the first creation took place so fire came out of the green tree because it is a proof of the permissibility of the contiguity of life the adjacency of life with soil and decaying bones hence he made them an intact creation and Allah revealed الأنبياء 104 that means just as we began the first creation we will bring it back وأما ما يتكلم به المتكلمون وأما ما يتكلم به المتكلمون من أن للحوادث أولا يعني المخلوقات بدأت من عدم لم تكن ثم بدأ خلقها فما يقوله علماء التوحيد من أن الخلائق لها أول وردهم على الدهرية يعني ردهم على هؤلاء الملحدين أنه لا حركة إلا وقبلها حركة ويقصدون ولا حركة إلا وقبلها حركة يعني لا إلى أول ولا يوم إلا وقبله يوم وقصدهم لا إلى أول فإذن رد أهل السنة عليهم على الدهرية الذين يقولون هذا العالم إما وجد صدفة أو بفعل الطبيعة أو أنه ليس له خالق فهؤلاء الذين يقولون ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول وما من يوم إلا وقبله يوم لا إلى أول فرد أهل السنة عليهم والكلام على من قال ما من جزء إلا وله نصف لا إلى غاية يعني الرد على الذين يقولون نستطيع أن ننصف شيئا أن نقسم شيئا إلى نصفين ثم نقسم كل نصف إلى نصفين ثم كل نصف إلى نصفين وهكذا دون نهاية فقد وجدنا أصل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال فإذن مرجعنا يقول في الكلام في هذه الأمور مرجعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الطب قال عليه السلام لا عدوى ولا طيارة فقال أعرابي يعني كان أعرابي الموجود في المجلس فسأل الرسول يستعلم فما بال الإبل كأنها الضباء تدخل في الإبل الجربة فتجرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول فإذن قال الرسول لا عدوى ولا طيارة هؤلاء الجاهليون أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن المرض يعدي بطبعه أي إذا جاور سليم صحيح غير مريض مريضا يعتقدون أن المرض بطبعه لا بمشيئة الله ينتقل إلى الآخر إلى السليم على زعمهم والنبي في هذا الحديث نفى ذلك هذا الكلام غير صحيح فهذا معنى العدوى ولا طيارة كذلك الجاهليون كان إذا خرج أحدهم في حاجة فنفر طائرا أثار طائرا يعني طير طائرا فطار هذا الطائر إلى جهة الشمال إلى جهة اليسار اعتقد هو هذا الجاهلي بسبب أن الطائر ذهب إلى جهة اليسار أن حاجته التي خرج لها لا تقضى تشاءم يعني تطير هذا من الطائر تطير تشاءم فرجع من طريقه فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين أننا المسلمون أننا نحن المسلمين لا نتطير لا نتشاءم بل الرسول معلوم عنه أنه كان يتفاءل الفأل خير فإذا الرسول يقول لا نعتقد أن الأمراض تنتقل بطبيعتها دون مشيئة الله ولا نحكم على الأمور بالطيارة لا نحكم لا نتشاءم من الأمور بسبب حدوث بعض الأمور ثم فسأل لما هذا الأعرابي سأل يعني أنه يريد أن يستعلم كيف اشرح لي ما حصل فقال كيف الجمال هذه التي تكون كالضباء الضباء جمع الضبي والضبي هو الغزال الكبير فإذا قصده كيف تكون الإبل سليمة صحيحة صافية مثل هذه الضباء تدخل في الإبل الجربة تدخل في الإبل التي أصابها الجرب فيصيب هذه الضباء الجرب فتجرب كيف هذا يحصل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن أعدى الأول الذي أصيب بالجرب أول ما أصيب كيف أصابه الجرب لم يكن هناك جمل أجرب أصاب هذا الأول بل هو أول من أصيب فإذا الثاني لما أصيب أصيب مثلما أصاب الأول يكون بخلق الله تعالى وبمشيئته لا بسبب أن المرض هو بنفسه بطبعه ينتقل من جمل إلى آخر أصابه 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 without a movement before it to no beginning and there is no day without a day before it, they mean without a beginning and the discourse against the one who said there is no part but it has its half without an end meaning that he could take an object cut it into two halves and then every half can be cut to two halves and every half can be cut to two halves and this process of cutting into halves, of halving things will not come to an end so talking about these subjects by Ahlul Sunnah Imam Al-Ash'ari said surely we have found the foundation, the origin, the basis for it, the foundation of that in the Sunnah of the Messenger of God Sallallahu Alaihi Wasallam when he said, so our reference in discoursing about about those subjects is the Sunnah of the Prophet as narrated here by Al-Imam Al-Ghaza Al-Bukhari in the chapter on medicine so this the Prophet said there is no contagion or superstition we Muslims don't believe in contagion or superstition we don't practice them and what is contagion? contagion is transmission of disease from one person to another either by direct or indirect contact so why did the Prophet said there is no contagion? he because the Arabs those pre-Islamic pre-Mohammed era means those the people of the era of ignorance used to believe that a healthy person would contract would you know be infected by a diseased person just as is means the infection goes from one person to another because the infection this is the way the infection works not because of the will of Allah that it went from one person to another and the Prophet is denying that this is no contagion the disease does not go by itself from one person to another or superstition there is no superstition and you know superstition is when a person believes something will happen because of some signs that happened something happened in front of him a particular thing took place and then he came to the conclusion that because of this because this happened then the result will be so and so and you know like if you pass under a ladder something bad will happen to you if some glass broke then so on some people do not open you know umbrellas inside the house different you know silly things that people base their beliefs on so the Prophet saying this superstition this pessimism pessimism because of the occurrence of certain events is not you know allowed Islamically we always are you know optimistic about things so we don't base our pessimism on on something that occurred so the Prophet says no contagion and nor superstition then a Bedouin who was present there said when he heard the Prophet say that he said he asked to you know inquire to learn what is the matter with the camels that are like antelopes like you know deers mingle with the mangy camels and become mangy you have healthy camels they mingle with camels that were inflected or inflicted or infected with mange you know some skin disease and then they those healthy antelope like animals camels become mangy like the ones who are already diseased then the Prophet said who infected the first so this first camel who was hit with mange with this skin disease was the first one this first one did not mingle with any other camel but it was mangy so the second and the third and fourth camels who got the mange did not get it because the disease transmits from one on its own the prophet is saying that the disease does not get transmitted from one object or one body to another from one camel to another but on its own or else the first one how did he get the first mange how did he get the first infection فإذن فسكت الأعرابي لما أفحمه بالحجة المعقولة so the bedouin remained silent when he confuted when the prophet confuted him with mental proof هذا الحديث ماذا يفيدنا يفيدنا أن الذي يمرض إنما يمرض بما شئة الله ويفيدنا كذلك أمرا آخر أن الحوادث لا يصح أن تتسلسل في الماضي لا إلى أول لأن النبي جزم بأنه لابد أن يكون أول في الإعداء لابد أن يكون واحد هو الأول يعد الآخرين فإذن لابد هذا الإعداء أن ينتهي إلى أول لا يستمر إلى لا أول إذن لا تسلسل إلى غير بداية هذا حديث وكذلك نقول لمن زعم أنه لا حركة إلا وقبلها حركة لو كان الأمر هكذا لم تحدث منها واحدة لأن ما لا نهاية له لا حدث له يعني نقول نرد على هؤلاء الإمام الأشعري يقول على من زعم أن كل حركة قبلها حركة قبلها حركة قبلها حركة لا أولا لذلك أن نقول لهم لو كان هذا الأمر كما تزعمون لم تحدث أي حركة من هذه الحركات التي تذكرونها لأن الذي لا ينتهي لا يكون له بداية لا ينفد جزءًا لأن كل حركة موهيم سيئة موهيم سيئة من ذلك لذلك، لأنه لا يمكن أن يكونغشسار جداً إنك في التحديث يؤلون من ا Akadem في الموهيم سيئة موهيم سيئة موهيم سيئة موسيقى would not have occurred وبهذا تكون عرفت حقيقة ابن تيمية أنه من الدهرية الكفار and by this you would know the reality of ابن تيمية that he was an atheist and he was a blasphemous لقوله because he said في كتابه المسمى موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول because of his saying in his book that he called the agreement of the true text to the true mental بأنه ما من حركة إلا وقبلها حركة وهو كفر إجماع and he said that every movement is preceded by another movement without a beginning وهذا and this is by consensus blasphemy كما قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد والزركشي والنووي والقاضي عياد وغيرهم so as it was said by ابن دقيق العيد والزركشي والنووي والجاج عياد and other scholars حتى ابن حزم قال في مراتب الإجماع عن إن هذا كفر even ابن حزم who is not a trustworthy man he said in his book the levels of consensus that this such thing is كفر by consensus وأنكر ابن تيمية على ابن حزم هذا ذكره الإجماع على تكفير من قال بخالق سوى الله ابن تيمية قال كيف يقول ابن حزم هناك إجماع على أنه أن من قال هناك خالقا غير الله يكون كافرا أنكر ذلك والعياذ بالله كيف يكون قال ما يسى هناك إجماع على ذلك وهو له كتاب هذا ابن تيمية فيه أنكر ذلك سماه نقض مراتب الإجماع criticizing the book of ابن حزم levels of consensus so he said that how would ابن حزم say there is consensus that a person who claims that there is a creator other than Allah is a blasphemer he you know like he did not accept that he had a book called criticizing the levels of consensus the book of ابن حزم he said how can ابن حزم say we consider by إجماع a kafir the person who says there is a creator other than Allah I mean what type of man was this guy we say لا خالق إلا الله we say there is no God but Allah this is the shahada this is the iman and it means that if someone says there is a creator other than Allah this is not iman this is the opposite of iman this is kufr I mean you don't have to be like a scholar to know that وَذَكْرَ ابْنُ تَيْمِيَةَ عَقِيدَهُ الْكُفْرِيَّةَ هَذِهِ أي قوله بِأَزَلِيَّةِ العَلَيْهَا في ستة من كتوبه سُنِّيَّةِ في كَشْفِ دَلَالَاتِ ابْنِ تَيْمِيَةِ so really Ibn Taymiyyah is a dhari an atheist who says the world is eternal means it doesn't have a creator and who wants like a lot of details let him read the book of our great shaykh Abdullah الْهَرَرِيَّ may Allah have mercy on him the book that he named المقالات السُنِّيَّ means the Sunni articles في كَشْفِ دَلَالَاتِ ابْنِ تَيْمِيَةِ in exposing the misguidance of ابْن تَيْمِيَةِ فَإِذَنْ ما هو مؤدى كلام الدهرية حتى نصل إلى الحادث الحاضر لابد أنه انقضى قبل ما لا نهاية له من الحوادث على زعمهم حتى يوجد الحادث الحالي الحاضر يعني لابد أنه مر وانقضى ما لا نهاية له من الحوادث قبله يعني كيف يكون لا نهاية له وينتهي هذا تناقل so the result of the atheist دهريا statement is that in order for us to reach to the present situation whatever is without whatever is indefinite or infinite must come to an end and of course this is a contradiction how could it be infinite and come to an end so this is really nonsense أهل السنة ذكروا مثالا لتسهيل مثلها فهم الأمر أهل السنة mentioned an example to make it easy to understand this matter وكنا ذكرنا هذا في أحد دروسنا السابقة في كلام عن الدليل التفصلي على وجود الخالق and we already had mentioned this in a previous lesson when we were talking about the detailed proof for the existence of Allah the Creator قالوا هذا مثل لا أعطيك دولارا حتى أعطيك دولار قبله إلى ما لا بداية فلا تحصل لذلك هذا لا يحصل إعطاء الدولار ل Sound أنا لا أعطيك الآن دولارا حتى أعطيك دولارا قبله ولا أعطيك دولارا قبله حتى أعطيك دولارا قبل الذي قبله وهكذا إلى ما لا بداية فإن لم يبدأ الإعطاء في الماضي لا يحصل الإعطاء في الحاضر فهذا كلام السخفاء الدهرية so our scholars set an example like if a person told you I will not give you a dollar today unless I have given you a dollar before and I will not give you that dollar unless I have given you a dollar before and so on without a beginning and you know clearly that you will not get the dollar today unless this giving had started sometime in the past so the word saying that there is a movement always preceded by a movement without a beginning is a silly you know atheist word or statement على زعمهم إنا غير موجودين ونحن موجودون هذا الرد عليهم من نحية العقل يعني according to them if things did not have a beginning now we are not present and this is of course is against what you see mentally والآية الأخيرة في سورة الجن وأحصى كل شيء عددا هذه الآية تستعمل للدليل على كون أن المخلوقات لها بداية على كون المخلوقات لها بداية وأحصى كل شيء عددا كل شيء له عدد محدود so the آية at the end the last آية in سورة الجن وأحصى كل شيء عددا الله has calculated has you know knows the numerical the number of things is a textual proof that creations have a beginning فإذا الذين يقولون إن الأجسام تنقسم إلى أجسام إلى أجزاء لا إلى آخر كأنهم يقولون إذا تسابق أرنب وسلحفاه فالأرنب لا يسبق السلحفات أبدا those people who say bodies may be divided into parts indefinitely leads to saying that if a rabbit and a tortoise they race the rabbit never beats the tortoise على زعمهم المسافة مؤلفة مما لا نهاية له من الأجزاء المسافة من الأول من أول السباق إلى آخر السباق هذه المسافة مؤلفة من أجزاء هم يقولون هذه الأجزاء لا نهاية لها so according to them the distance between the start and the end of the race this distance is made of parts and those parts are indefinite فإذا الأرنب والسلحفاه يبدأون السباق يبدأان السباق ولما يتحركان when they move الأرنب لا يسبق السلحفاه إلى نهاية السباق لأنه حتى يصل إلى هناك حتى يصل إلى النهاية لابد أن يقطع أن ينهي ما لا نهاية له من الأجزاء من الأجزاء وهذا مستحيل فإذا الأرنب لا يصل على زعمهم إلى الناحية الثانية أبدا وهذا باطل so according to them when the rabbit and the tortoise are racing the rabbit and the tortoise have to move from one place to the other to the destination the rabbit for example runs, 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 runs and he never makes it to the end because he has to run indefinite number indefinite number of parts which is of course against what the you know we witness the observation tells us yeah I mean they will even the tortoise even if it doesn't beat the rabbit it will end you know up at the destination because there is a definite number of parts between the beginning and the end of the race يعني مثال بسيط كذلك لو وضعت يدي على أول الكتاب و حركت يدي ووصلت إلى آخر الكتاب يجوز لأن الأجزاء أجزاء الكتاب لها نهاية معدودة أما على زعمهم إذا وضعت إصبعي على أول الكتاب لن يصل إلى آخر الكتاب لأن أجزاءه لا نهاية له والعياذ بالله طيب ما شاء الله أطلنا الكلام في هذا وكذلك لما قال الرجل يا نبي الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وعرض بنفيه يعني وقال هذا الرجل أنا لست أسود وامرأتي ليست سوداء مع ذلك ولد لنا ولدت زوجتي غلاما أسود وعرض بنفيه يعني يقول أنا لست أسود والمرأة وزوجتي ليست أسود ليست سوداء فكيف يكون الولد أسود هذا ليس ولدي فهو يلمح أنه ليس ولده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لك من إبل فقال نعم قال فما ألوانها قال حمر يعني ألوانها حمر يعني بني أحمر فليس أنه أحمر قاني كالدم لا كما ترون في الصورة إلى اليسار هذا هو البني الأحمر الذي يقال له إبل هذا جمال أحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل فيها من أورق قال نعم إن فيها أورق يعني هل من جمالك من لونه رمادي الأورق والأسمر الذي بين الأبيض والأسود فكما ترون إلى اليمين وإلى اللون الرمادي إلى اليمين كذلك في الصورة فقال أن ذلك الرسول سأله كيف أن جمالك حمر ولكن فيها جمل أورق ليس بأحمر قال لعل عرقا نزعه فقال هذا البدوي أو هذا الأعرابي لعل في أجداد هذا الجمال جمل أورق جمل أسمر جمل رمادي فنزع يعني جذب هذا العرق فأتى هذا الجمل أورق من جد من جدوده الذي كان أورق فبسبب هذا العرق البعيد جاء لونه مشابها لذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعل ولدك نزعه عرق ولعل ولدك نزعه عرق أي بين أجدادك أو أجداد زوجتك لعله هناك جد أسود فنزع هذا العرق الأسود الولد فجاء الولد أسود يعني أنت في نسبك هناك في أصولك هناك من هو جد أسود فهذا العرق ظهر في ولدك فيما بعد يعني لا داعي لأن ينفى هذا الولد أنه ولدك أنه ولدك So likewise when the man said O Prophet of God my wife has given birth to a black boy insinuating hinting his disownment and he said I'm not a black person my wife is not a black person so how could we have a black child so this child is not mine he's insinuating that the Prophet said do you have camels he said yes he said what are their colors he said brown red so he said red but it means brown red as you see in the picture on the left before the hadith he said what are their colors he said brown red the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said is there a gray a dusky camel among them he said yes there is a gray a dusky camel among them the prophet the prophet said how did this happen how could a gray camel be among come from descend from red brown red camels how did this happen he said it is perhaps a strain to which it has reverted so that is heredity so heredity so you know heredity is the passing of traits to offspring from its parents or its ancestors so you say maybe one of the grandparents or the ancestors of that of these of this camel this gray camel maybe one of the grandparents or ancestors was also a gray camel so and because of that that strain that gene if you want led to this camel this grandchild to be like his one of his ancestors to be a gray in color so the prophet said it is perhaps a strain to which this son of yours has reverted so similarly maybe one of your own ancestors was black or one of your wife's ancestors was black and then the strain that gene of yours or your wife's grandparent you know worked out you know reverted the child and the child came a black child so there is no reason to to doubt that this child is yours بشبيه بشبيه this is what God taught his prophet of referring a thing to it's similar and this is a foundation for us أهل السنة in all that we judge of similars and we have two things that are similar what we judge one we can judge the other one also in details as it can happen now فإذا نستفيد أن الجمال متشابهة والبشر متشابهون الجمال أجسام والبشر أجسام فالنبي عليه السلام أجاز على البشر أن يحصل لهم ما يحصل للجمال من نزع العرق لها بسبب تشابهها فعلمنا أن المتشابهين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر فالجمال والبشر يجوز الألوان المختلفة وهم أجسام so we benefit from the hadith is that camels are similar to each other humans are similar to each other and because camels are bodies like the people are bodies the prophet عليه السلام said it is possible for humans to experience what the camels experience concerning the reversion of the strain because camels and humans are bodies and they resemble each other so we learn that the similars whatever is possible for a similar to happen to whatever comes I mean the one similar is attributed with the other similar would be also attributed with so humans and camels may have different colors so one of the scholars was studying at home and he was repeating this lesson so many times a lot of times and there was an old woman in the house with him living with him she said you have repeated this lesson so many times until I memorized it which means like it's enough no repeating it he told her did you memorize it she said yes he said okay recite it and she did ثم بعد أيام رجع إليها فقال لها لو تعيدين ذلك ذاك الدرس he told her a few days later why don't you recite this lesson again فقالت لا أستطيع نسيته she said I cannot I forgot it فقال لها فأنا فأنا أكرر الإعادة حتى لا يحصل لي ما حصل لك ما حصل لك he told her that's why I keep on repeating this lesson so many times so that what happened to you doesn't happen to me so the scholar العالم ماذا فعل أعلن أنه قد يحصل له ما حصل لها من النسيان هي بشر وهو بشر فإذن ما يحصل لها من النسيان بعدم التكرار قد يحصل له من عدم التكرار فإذن هذا الحكم على الشبيه بحكمه على الأصل يعني إن فعلت فعلتك بعدم التكرار أنسا كما أنت تنساين so this scholar what did he state he said stated to her that what happened to her may happen to him he is a human she is a human what happened to her of not repeating the lesson led to her forgetting it may happen to him if he does not repeat the lesson so he passed a judgment based on her similarity his similarity to her فهذا الحكم على الشبيه بشبيه judgment or ruling dissimilar by it similar وفي باب التجويد قال الإمام الجزري في مقدمته الجزرية ورد ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله يعني الحروف العربية هذه كلها كل واحد له مخرجه فإذا يخرج من هذا حيزه مخرجه فاللفظ في نظيره يعني نظير شبيه ذلك الحرف تلفظه كما لفظت أصله يعني لو لفظت حرفا ما ثم هذا الحرف جاء في كلمة بعد المرة الأولى فالمطلوب منك أن تلفظ هذا المرة الثانية كما لفظته في المرة الأولى فإذا أن تلفظ بنظيره بنظير الأصل بعد لفظك به مثل لفظك به أولا so in تجويد الإمام الجزري said a line of poetry that means each letter Arabic letter has its own exit means it has its own location in the body in the throat or the tongue and so on that it comes out from and he said then you pronounce this letter in certain way correctly then when you encounter this letter another time you are to pronounce it exactly the way you pronounce it the first time so when you see a letter similar to the letter that you saw the first time you pronounce this similar the same way you pronounce the first letter so if the first letter that you pronounced was thin letter then it's similar has to be pronounced also thin if the first letter is thick then the similar has to be thick and so on other attributes مثal we give an example إذا نغطقت الهمزة مرققت في أحمد وأسماء تلفظها تلفظ هذه الهمزة أيضا مرققت في أصدق وأصحاب so if you pronounce the hamza thin in the word أحمد and the word أسماء you also pronounce this hamza thin in the words أصدق وأصحاب يعني لا تلفظها أصدق وأصحاب لا تلفظها كذلك لأنها همزة مفتوحة أ في أحمد أ في أصدق كذلك أ في أسماء كذلك أ في أصحاب وإذا نطقت بها مفخمة في خبير وخالدين نطقت بها مفخمة في خير وخاسرين هذه خامة فتوحة وهذه خامة فإذن تنطق في خير وخاسرين كما نطقت بها في خبير وخالدين So if you pronounce the خ with the فتحة in خبير and خالدين thick you have to pronounce the خ with the فتحة in the word خير and خاسرين also thick You're not going to say خير or خاسرين So this is هذا الحكم على الشبيه بشبيه So this is the ruling upon the judging of the similar based on its own similar وبذلك نحتج يعني نقيم الحجة على من قال إن الله تعالى وتقدس يشبه المخلوقات وهو جسم بأن قدله لو كان يعني الله لو كان يشبه شيئا من الأشياء لكان لا يخلو من أن يكون يشبهه من كل جهاته أو يشبهه من بعض جهاته إما أن يكون الشبه كليا أو جزئيا With this we argue against those who said that indeed الله the Almighty and glorified resembles the creatures and is a body how do we argue against them by saying to them if he if Allah resembled any of these things he would not be free clear of he would not be free from being similar to it or that to that thing in all its aspects or similar to it in some of its aspects either the similarity will be total identical or it will be partial similarity so he was from all jih to he and can he be his of and jih 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 حكمهما واحد فيما اشتبها به وفي نسخ له اشتبها له او اشتبها فيه نحن بينا ان الشبيهين يحكم لهما بحكم واحد فاذا ان كان الشبه بين هذين الشبيهين كاملا او جزئيا فهما يحكم لهما بالحكم واحده فلو كان الله يشبه اي شيء من شبها كاملا او جزئيا لحكم على الله سبحانه وتعالى ما حكم على هذا المحدث وفيكون الله محدثا وهذا باطل لأنه ضد الحقيقة بينا أن الله أزلي خالق كل شيء لا يشبه المخلوقات so he says if he, if Allah resembles it in all respects he must be an event in all respects and if he resembles it in some respects he must be an event like it in terms of his resemblance to it why? because all similars have the same judgment regarding what they resemble each other we already pointed out that the similars are ruled or judged upon with similar things so if the similarity between Allah and his creation is total or partial then this claim would come to the conclusion that Allah is a creation and this is against the truth we already you know proved that Allah is eternal his existence does not have a beginning and he is not similar to his creation and I mean you know from your maybe high school chemistry or middle school chemistry that there is something called periodic table and in this table the chemical elements are sorted into rows and columns and then the way they are arranged in that periodic table in columns they you know put listed the elements that share properties they call that column a group of elements or they call them a family of elements because they share properties then even if it's not a total you know similarity still if you see sodium and potassium because they belong to the same property the same group the same family of elements you would expect that sodium and potassium to act in a similar way in a similar way so what you judge potassium with you may judge sodium with from the point of similarity between them and and you and you and you see at that when you come to it this is take a look كذلك المخلوق لا يصر قديما أعوذ بالله فإذن يستحيل أن يكون المحدث قديما والقديم محدثا وقد قال تعالى وتقدس ليس كمثله شيء وقال تعالى وتقدس ولم يكن له كفوا أحد فإنه يمكن أن يكون لأحد the creation that has a beginning it is impossible for the event to be eternal and the eternal to be an event and the Almighty and Glorified has revealed in Shura 11 an ayah لَيْسَكَ مِثْلِهِ شيء that means there is nothing like Him, like Allah in any way whatsoever there is no similarity, neither total nor partial and the Almighty and Glorified has revealed in Surah Al-Ikhlas number 4 that means وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدٍ means and there is no one equal to Him سُبْحَانَهُ الَّذِي رَزَقَهُ اللَّهُ الْفَهَمُ one ayah is enough for him to realize that Allah is dissimilar not similar to anything in any way whatsoever نَسْأَلُ اللَّهَ الثَّبَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ we ask Allah to keep us firm and steadfast to this correct belief وَاللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَعْلَمُ the sublime and glorious Allah knows best لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَّحْبِهِ وَسَلِّمِ إن شاء الله نُكْمِلُ فِي الْمَرَّةِ الْقَادِمِ we will continue in the book for the next time موسيقى